السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوة اخواتاتي كتير يلبس عليكم بخير هان ينكركم زيانين سمنكم قاعدكم بخير وعلى خير في المقنة وتمكتجادوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اللي وما جيت ان شاء الله غد نتقسم معكم واحد الوصفة اللي بنينا السهلة في تحضير ديالها واقتصاد ديالها ايضا وفي الساعة كتوجيدي عمكة اخوتي مدة طويلة وغتكون ان شاء الله بيدو اللحم يعني ما غدين نديرو فيها للحم لا تجاج لا طول حتى شي حاجة بطريقة اللي سهلة وبسيطة وما تشبعوش منها فغادي نحتاجوا فيها فقط لاتدي المكوينة كما تلاحظوا الى تبقى بكم هكا في تلا جمال قتمات ديرو بهم ديرو بهم ما تلوصفها ديرا ووعرة او هاد الوجبه هاد عفوا ركا تجيل دي دك ما تشبعوش منها لانتما ولا ولداتكم فقبل من بدو الفيديو ديالنا اخواتك فيما العادة مسو الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابي اجمعين ايضا اخوتي ما تتسونيش بحض الليك على الفيديو اشتركوا فيها وتشغلوا جرس باش فقط وصلوا بكل ما هو جديد ندوزل المكونات والطريقة مع بعديتنا فبسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات كيفما لاحظوا معي ايضا عندي البطاطا او البطاطس وعندي القرعة يعني الخضراء او الكورجيت كلها بش كي سميها سفينا كتتاخدوا دك البيد نجال ديالكم وكتقطعوه بحال هاكا مربعت بالنسبة لبيد نجال رهما كنقشره شك نخلي واهبي بالقشرة ديالو فقط يعني نفصلوه مزيان ولا داعي انكم باش تقشروه بعد ما كان قطع دك البيد نجال هنا استعملت انا جوج حبات ديال البيد نجال عفوان مهم الكيميا كتبقها لحسب اعداد ديال افراد ديال العائلة بعد ما قطعتهم غضي نوضع لهم واحد درشيشة ديال الابزار وايضا رشيشة ديال الملح صافي وغضي نقليهم بالنسبة لقلي اللي ما كيبغيش يقلي يمكن لكم بديرهم فالفران فعود ما تقليهم يعني كيبقى لكم الاختية صافي اخذيت ايضا جحبات ديال القرعة او الكوغجيت حتى هي قطعتها بنفس طريقة وضعتها شوية ديال ابزار شوية ديال ملحة ايضا هنا ستعملت ربعة ديال البطاطات حتى هومة من بعد ما نقيتهم غضي نقطعهم بنفس طريقية يعني مربعة كوشي كنقطعهم مربعة ننتو ما بحال هكذا بالنسبة لبادنجال ليننا طبيعة الحرة كيتقلى غضي تشوفوه معي ان شاء الله وحنا كنقطعوا يعني هال المكونات او هاد المقادر اللي تبقى لنا صافي هنا بالنسبة لبادنجال كنخلي واحدة كيتقلى ويبلي عليها تشكل هذا وصافي نحيدوه كنوضعوه في واحد طبصي اللي يداري له مطابعة الحال ورق المطبخ صافي وغدي نحيدو وغدي نرمي البطاطا ديالي غدي نخلي حتى هي حتى كتنسلق عفوان حتى كتتقلق مو يمخطقو ميلا شتوها كتغلط فلا درابلا كتدخل وتخرج والله اخواتي راني دائما كنديلكم المونتاج بالليل يعني مره مع الحداش مره مع العشرة مره مع اطناش كله مره وعلى حا يعني فوقش كنسالي مهم الفيديو را كي وضح كل شي ونتمنى نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم وتكونو كتفهموني بالنسبة الاخوات او السيدات اللي يمتبعيني من بلد اخرين يعني مصر يعني جميع الدول نتمنى نتكونو كتفهموني شنو كان قول نصف هنا من بعد ما تسقلتنا البطاطا والبادنجال والقرعة غدي نحيدوها من بعد كنناخدو هنا واحد الإنم بعد ما كنقريو البطاطا والبادنجال والقرعة او الكورجيت كنوضعوهم في واحد الإنم وكنوضعو ليهم تقريبا معلقة كبيرة دي البقدونس او المعندلوس فقط المعندلوس ما كنوضعش شي يعني القصبة ايضا غدي نستعمل هنا ملعقة صغيرة دي الفلفل حمرة او البابريكا او تحميرا او المنورا كله هو بش كي يسميها ايضا عدي هنا ملعقة صغيرة دي الكامل البلدي المرح بطبيعة الحال يكيبقى على حسب الضوك وما ننسوش اننا ضيجة ديرين يعني الملحة في البادنجال البطاطا القرعة فاش بغينا نقليوهم يعني الملحة يعني يكون ميزانكم ايضا غدي نحتاجوا واحد ثلاثة دي الجبن موتلات يمكن لكم طبيعة الحال تستعملوا اي جبن عندكم او اي جبن كسبغي بطبيعة الحال يمكن لكم تستعملوا جبن مبع فرماج الحمار غير في الفرماج دي الصندويتشات مهم على حسب اللي متوفر عندكم هنا غدي نستعملوا ثلاثة دي البيضات بالنسبة للبيض كيبقى على حسب الكيمياء اللي استعملتوا دي البطاطا ودي البيض نجار والقرعة واش كمية كبيرة ولا قليلة مهم وضعوا البيض وخلطوا وشوفوا انا بالنسبة للكيمياء دي كنستعملت لصدية البيضات كييجوني هو هادك يعني كيجوني هو هادك يعني كيجوني هادك ما كان زيتش البيض صافي هادو من المكونات اللي وضعنا غدي نخلط كل شي مزيان ومن بعد غدي ناخد هنا واحد المون دي الفرران او لدي الكيك غدي ندهنه بطبيعة الحلو بقطيرة دي الزويته بحال هاكا نحاول اننا ندهنهم زيان باش ما تلسقش لنا وحتج نيباس بطبيعة الحلو صافي هنا غدي ناخد لنا خدك المكونات اللي خلطنا مع بعض وغدي نوضعهم في هاد المول هادا وحال هاكا بالنسبة لدوك الجوبن كيف ما لحتو راك نقطعو طريفات صغار مهم سيس ما ذكرت هاش معاكم راكم شتوا في فيديو قنقطعو بحالكة مربعة صغار يلا كان عندكم الجوبن المتزاريلا غايكون احسن واحسن كي اعطي واحد تعليكة كتجوا عربيه انا الصراحة غاي ما متوفرش عندي فاش كيكون كنديرو هو في عوضة الجوبن المتلات هيت كي اعطي واحد تعليكة وكي جوا عرفت طرطة هادي وغدي ندخلها الفرم وغدي نخليها انشاء الله حتى غدي تتحمرب ويطيب داخل البيض يعني و تجمع راسك في ما كان قولو ثم نضغط دائرة الليمون نضغط دائرة الليمون نقطع صخونة نقطع صخونة وعرة 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 واحد البنة وزالة تستهل تجربة هذه الوصفة تستهل انكم تجربوها سبقوني لو جربتها ستعجبكم بزاف ستعجب وريداتكم ان شاء الله معتمد عنكم دائما خصوصا لوجبات العشاء نضغط دائرة ستكون سهلة اقتصادية وبسرعة توجد فعالية الوصفة لا تأخذ مدة طويلة واقتصادية وعرة في المغضاق نتمنى انكم تجربوها نتمنى الوصفة نتمنى الوصفة تبرتجوها مع أخوتكم وصحابكم وفضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واشتركوا فيها واشتركوا في القناة بكل ما هو جديد لا تنسى الاشتراك لا تنسى الاشتراك ويشتركوا في القناة ونقوم باشتراك